هنسيب الريشة الطائرة وهنروح للجودو أحد الألعاب اللي ذكرتها في البداية أنها من الألعاب اللي احنا حطين عليها أمل كبير بتحقيق مديلية اللومبية في باريس 2024 المركز اللومبي في المعادي شهد تدريب قوي للعابة منتخبنا الوطن الأول للجودو مع خمس لعابين من العناصر المميزة من جامعة تينيري اليابانية وده اللي حصل في الجودو كانت الرشوان الحقيقة عامل بروتوكول عالي مع الدولة اليابانية وده في إطار تنفيذ بنود بروتوكول اليابانية دي هتقوط في معسكر هنا لمدة حوالي 30 يوم في الماكة الزلوم بطبعا بتتمرن مع لعابتنا والاستفادة بتبقى متبادلة لمنتخبنا وكمان للبعثة اليابانية واللي بيعد الأفضل والأقوى على مستوى العالم اليابانيين في الجودو مش محتاجة أتكلم كتير كابتن رشوان يا جماعة هناك يعني قصة اتحاد الجودو برئاسة كابتن مرزوق كان عامل اتفاقية ديم الشهور وكان ثمارها بدأت تباني الفترة اللي فاتت ودي أحد ثمارها اللي احنا بنشوفه تدريب المشترط مع اليابان بهدف النهود بالجودو المصري وده من أفضل الحاجات اللي عملها أو أفضل الأمور اللي عملها كابتن مرزوق وهو جعل كابتن رشوان المشرف على المنتخبات الوطنية في حين ان اتحدات السابقة كانت بتخاف تجيب كابتن رشوان اه بتخاف ليه؟ انت النهاردة لما اجيب كابتن رشوان وييجي وده راجل اسمي كبير ولي 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 طب ما أنا عايز انزل انتخابات وعايز انا كل في الكل كابتن مرزوق ما عندوش الكلام ده خالص قال أنا عايز ألم كل عيلة الجودو أنا مش لوحدي وكان معانا في اللقاء هنا وقالك أنا مش لوحدي أنا آخر واحد في المنظومة دي القوي والناجح ما يخافش نفس السيناريو نفسkeit قاله شريف العريان المهند شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي نفس الكلام قاله mediocre انا عايز مجموعة معايا تشتغل أنا مش لوحدي نفس الكلام قاله الدكتور أهاب أمين رئيس التحدي الجنباز نفس الكلام قاله عبد العزيز غنين رئيس التحدي الملاكمة الناجح ما يخافش يبقى جامده الناس قوية وناس فنيا تقدر تساعده الضائف اللي خايف على مكان وخايف على الكرسي يقولك لا يا عم أنا عايز أحافظ وما جيبش حد لا أنا اللذير وأنا اللعمل مش هتحقق نجاحات زي ما تلم أسرة اللعبة كلها حواليك ودي رسالة لكل الاتحادات هات كل الأسرة حواليك مش لوحدك هتقدر تنجح إن شاء الله